اسلام عليكم كيف حالكم في فيديو جديد وقصة جديدة اليوم رح نكرا عن قصة الفرخ البطة القبيح خلينا نبدأ فرخ البطة القبيح يحكى ان بطة كانت جالسة تحضن بيوضها فقست البيوض وخرجت منها فراخ جميلة الا بيضة واحدة خرج منها فرخ غريب الشكل يا اله ما هذا رفضت البطات وجود الفرخ القبيح بينها فحزن وقرر الرحيل ثم وجد عددا من الضفادع التي ضحكت ساخرة منه ورفضت ان يلعب معها مع حلول المساء وصل الفرخ القبيح الى بحيرة فوجد بطات برية تلعب هناك كان الفرخ متعبا فنام بجانبها وفي الصباح استيقظ الفرخ القبيح على صوت بندقية صياد فهرب مذعورا مع البطات البرية سار الفرخ القبيح ليلا فوصل الى كوخ امرأة عجوز طيبة احتضنته واعتنت به لكن هرة هذه المرأة لم تتحمل وجود الفرخ القبيح معها فهاجمته وقامت بطرده ارحل من هنا ارحل من هنا في احد الايام رأى الفرخ القبيح سربا من البجع يحلق فوقه فعجبه هذا المنظر كثيرا واو لقد اصبحت بجعة بيضاء بعد قليل رأى الفرخ القبيح بجعتين جميلتين تبتسمان له فنظر الى الماء ورأى بجعة بيضاء جميلة فذهب يلعب معهما النهاية المغزى من هذه القصة عدم اليأس في البحث عن اصدقاء الثقة بالنفس والمثابرة لتحقيق الهدف المطلوب الحياة جميلة وتستحق الانتظار كي تكتمل الصورة اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لا لايك وشارك وسبسكرايب مع السلامة